بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي بناتي أتمنى أن تكونوا بخير اليوم درسنا في قواعد الصرف والتحويل إنه أنواع الفعل الصحيح لا يمكن أن نتحدث عن الفعل الصحيح دون الفعل المعتل فلنستحضر مكتسباتنا السابقة فما هو الفعل الصحيح وما هو الفعل المعتل الفعل الصحيح هو الفعل الذي خلت حروفه الأصلية من حروف العلة وحروف العلة هي الواو والآلف والياء الفعل المعتل هو ما كان أحد أحروفه الأصلية حرف علة وهي الواو والآلف والياء بالنسبة إذا كان الفعل مزيدا يجب أن نجرده من حروف الزيادة لنحكم عليه هل هو فعل صحيح أم فعل معتل في هذه الحصة سندرس فقط الفعل الصحيح فما هي أنواع الفعل الصحيح؟ أول أنواع الفعل الصحيح الفعل المهموس وهو كل فعل كان أحد حروفه الأصلية همزة إما في أول الفعل مثل أخاذ أمار أذين أكل أو في وسط الفعل مثل سأل سأم دأب أو في آخر الفعل مثل ملأ قرأ لجأ النوع الثاني هو الفعل المضعف وهو ما كان عينه ولامه من جنس واحد أي الحرف مكررا فمثلا قصة أصله قصصة فالحرف الثاني والثالث نفس الحرف وهناك أمثلة أخرى للفعل المضعف مثل مدّة عدّة سدّة شدّة وآخر نوع هو الفعل السالم وهو كل فعل خلت حروفه الأصلية من الهمزة والتضعيف مثل جلسة، حضارة، رفعة، سمعة انطلاقا مما سبق نخلص إلى الاستنتاج التالي فالفعل الصحيح هو ما كانت جميع أحرفه الأصلية صحيحة وهو ثلاثة أنواع مهموز ما كان أحد حروفه همزة مضعف ما كان حرفه الثاني والثالث من جنس واحد سالم ما سلم من الهمز والتضعيف ولتطبيق ما اكتسبناه هذه الحصة أدعوكم أبناء بناتي إلى إنجاز التمرين الأول من نشاط أطبق الصفحة 208 إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا لليوم إلى اللقاء أحبائي وشكرا على حسن المتابعة